اشتركوا في القناة وأن نجد لموجدتهم وأن نصاب لمصابهم وأن نكترب لكربتهم إنما المؤمنون يا إخوة هل نحن نقاوها فقط دون أن يكون لها الأثر على واقعنا على أموالنا على أنفسنا على جهادنا أين الأخوة الإسلامية أين الرفع أهل الدين أين الحرص على نصرة المسلمين أين حق المسلم على المسلم يقول الله يوم القيامة للعبد يا عبدي مرضت فلم تعودني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال قد مرض عبدي فلان فلم تعوده فلو عدته لوجدت ذلك عندي فإذا كان الله تعالى يعاتب العبدة لما لم تزر فلانا لما مرض ولم تعوده ولم تقف معه فكيف إذا كان يقتل ويسحل ويغتصب وتغتصب بناته وتأخذ أمواله ويحال بينه وبين دينه كيف يكون الشأنه إذن؟ أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أين انتظر من نصارى؟ أين ينصروهم؟ أين تركب في كل يوم قرارا من الناتو؟ أو من مجلس لأمن أو من غيره؟ أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا؟ إذا سألهم عن امرأة ثكرة وطفل يتيم؟ وفتاة اقتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم؟ إذا سألهم أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين قراراتكم؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة؟ سيسأل الله وأصحاب الأموال لمن امتدعموا إخوانكم هناك؟ لمن امتدعموا جهادهم ضد عدوهم الفاجر؟ لمن امتدعموهم بماركم وجهدكم؟ ومن أراد أن يصل فيستطيع الوصول؟ يا مجالي طال يا مجالي طال يا مجالي صلى الله عليه وسلم والله إن جلوات قوله برسرة الله تعالى والله إني وافق أن الله تعالى سينصره وكأني أرى بين عيني الآن هذا الفاجر بشار وزمرته كأني أرىهم إما قتلى وإما هاربين وإما مسجونين ووالله كأني أرى ذلك أمام عيني الآن وأخسم بالله تعالى إن شاء الله أن ذلك حاصل يقول ابن تيميه إذا أراد الله إسقاط حاكم أسقط هيبته من القلوب الأول وها هو قد سقطت هيبته فلا ينادى إلا بالخنزير والقدر والفاجر والناس ينبزونه بهذه الألقاب حتى في داخل سوريا إنني أوجه نداء إلى كل من كان معه في جيشه إلى أن لا يتعاون معه على ظلمه لا تريقوا دما حراما لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق إنني أنادي الجميع هناك إلى أن ينضموا إلى الجيش السوري الحر وهاهم ولله الحمد عقد وعمد ورتب كبيرة عسكرية ينضمون إلى الجهاد في سبيل الله إنني أنادي كل حر في سوريا إلى أن يخرج على هذا النظام الفاجر وأن لا يعاونه وأن لا يأذن له باستقرار أبدا وأن يبذلوا ما يستطيعوا في سبيل نصرة إخوانهم في كل موطن هناك إذ دافعوا عن أعراضكم دافعوا عن أنفسكم دافعوا عن أمواركم لا تكون لقبة سهلة يأكلوا هؤلاء الفجرة ولا إن كان هو يستنصر بالفارسيين الخونة الشيعة الفجرة ويستنصر بحزب الله إننا نستنصر بربنا جل وعلا الحي الذي لا يموت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم إننا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك على بشار وزمرة اللهم إنا نسألك أن تثأر لبكاء العذارة اللهم إنا نسألك أن تثأر لليتامة اللهم إنا نسألك أن تغار للحيارة اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا منان يا حي يا قيوم يا ملك يا مؤمن يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قوي يا متكبر سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أقدرك سبحانك ما أجلك وأرفعك سبحانك ما أعلاك وأعزك اللهم إنا نستنصرك عليه فأرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم إنهم قد انتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وضيقوا على الدين اللهم فإنا نسألك أن تغار نسألك أن تغار نسألك أن تغار يا حي يا قيوم نسألك أن تغار يا قوي يا عزيز اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أقلب قوته ضعفا اللهم أقلب عزه ذلا اللهم أقلب أنصاره أعداء يا حي يا قيوم كاذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اشتركوا في القناة